يبدو أن الخلافات بين أركان حكومة الوفاق الليبية أصبحت هي القاعدة وما سواها استثناء فبعد الشقاق الذي وصل إلى حد التناحر على السلطة بين رئيس الحكومة فايز السراج ووزير الداخلية فتح باشاغا يطفو على السطح خلاف آخر إذ هاجمت ميليشيات ما يعرف بثوار طرابلوس رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في حكومة الوفاق محمد بعيو أفراد الكتيبة وجهوا انتقادات لبعيو بسبب ما وصفوه بإقصاء رجال بركان الغضب عن المشهد أن المدعو محمد بعيو ليس له رمز من رموز تورتنا المباركة الأمر تخطى الانتقادات اللغضية للوصول إلى خطف بعيو بعد نشره تدوينة يتهم فيها تنظيم الإخوان بتدبير الحملة ضده ونشرت صفحة ما تعرف بكتيبة ثوار طرابلوس صورة لبعيو وبدأ خلفه شعار الكتيبة مما يشير إلى أنه في أحد مقراتها وكان بعيو قد اتهم عناصر موالية للإخوان باختلاس الملايين خلال عملها في المؤسسات الإعلامية وقرر بعيو إزالة شعار بركان الغضب من على شاشة القنوات الرسمية الممولة من الدولة في طرابلوس واستبدله بشعار إعلام السلام الأمر الذي أغضب قيادات الإخوان والمجموعات المسلحة التابعة لهم وبعدين في مشكلة أخرى خاصة عند الإسلام السياسي ومتطرفيه والقطبيين في الإخوان المسلمين بالذات القطبيين متطرفين القتلة اللي يوم أساس داعش وأساس الإرهاب يا أخي عندهم مشكلة أسماها الاغتيال المعنوي اغتيال الشخصية وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في وقت سابق هذا العام قرارا بتعيين محمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام لكن القرار أثار غضب الإخوان الراغبين بالسيطرة على الإعلام الرسمي غير مكتفين بأبواقهم التي تبث من الخارج